ذكرت مصادر مصرية رفيعة أن رئيس المخابرات المصرية يصل الدوحة تزامناً مع زيارة رئيسي المصاد والسي اي اي أوضحت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن رئيس المخابرات العامة يشارك في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسؤولين القطريين والأمريكيين والإسرائيليين أمل جديد يلوح في الأفق في أعقاب الإعلان عن تمديد اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس يومين إضافيين بعد عدوان إسرائيلي غاشم على قطع غزة دام 48 يوماً إعلان تمديد الاتفاق جاء بعد نجاح الاتفاق المؤقت بالتهدئة لمدة أربعة أيام بدأت صباح يوم الجمعة الماضي واستمرت حتى صباح اليوم لتبدأ بعدها هدنة لمدة 48 ساعة وخلال اتفاق الأيام الأربعة تم تبادل 69 محتجزاً من الإسرائيليين وحملت الجنسيات الأجنبية لدى حماس مقابل قيام إسرائيل بإطلاق صراح 150 أسيراً فلسطينياً من سجونها الجهود التي بذلتها مصر بالتعاون مع قطر نجحت في تمهيد الطريق أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة ليومين إضافيين وهو ما سيسمح بتبادل المزيد من الأسرة والمحتجزين بجانب دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق بقطع غزة الذي يعاني آثار العدوان وبموجب اتفاق الهدنة الممتدة الذي بدأ من السابعة من صباح اليوم حتى صباح الخميس المقبل سيتم إطلاق صراح نحو 20 محتجزاً إسرائيلياً مقابل خروج 60 معتقلاً فلسطينياً حركة حماس من جهتها قالت إنها سعت إلى تعديل الشروط التي ستطلق بمجبها صراح المحتجزين بالإضافة إلى النساء والأطفال الذين أفرجت عنهم بالفعل وفي المقابل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة وفقت على إضافة 50 محتجزة فلسطينية إلى قائمتها للفلسطينيين المحتمل أن تطلق صراحهم إذا تم الإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين